حديث عن حوال التقس المرتقبة ومع البرود المسجلة وسط وغرب الوطن وحتى شرق الوطن كل ذلك مع حسيبة كروش حسيبة مساء الخير مرحبا نسأل نور هارون مساء الخير مشاهدين الخير وضعية جوية لازالت تشهد تساقط مطار طلوج لليوم على ما أظن الأسبوع الثاني بالفعل لا هارون هو أمر طبيعي ونحن نعيش في هذه المرة هذه السنة بأتم معنى فصل الشتاء بأتم معنى الكلمة وهي طبيعة المناخ بحر الأبو فصل الشتاء كمكان زمان بفعل طبيعة المناخ بحر الأبو المتوسط فصل الشتاء شتاء كممطر وبارد هذه طبيعة المناخ حفظ البحر الأبو المتوسط هذه المرة هذه السنة عشنا بأتم معنى الكلمة وتكون الأمطار وثلوج خير لكل الجزائرين هذه السنة فيما يخص هارون نعود لنشرية الخاصة ولأصدرها يوم أمس ديمة الوطن الأسر الجوية خاصة بالأمطار خاصة بالأمطار ستكون إن شاء الله أمطار غزيرة وتتساقط أمطار غزيرة حتى تعدى 70 مليمتر محليا وهذا على كل من ولاية مستغان مشلف تيبازا عند فلا تيسمسي تغيريزان وهي النشرية التي ستنتهي بهذه الولايات على الساعة الثالثة بعد زوال نهار اليوم إن شاء الله كما أن هناك نشرية خاصة أخرى وللتؤكد من خلالها على تساقط أمطار غزيرة أيضا تتعدى أقول 40 مليمتر محليا وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من نهار اليوم الاثنين إلى غاية يوم الغد الثلاثة على الساعة التاسعة الليلا والولايات المعنية بهذه النشرية إن شاء الله يكون من الجزائر العاصمة البوليدا المدية بومردس تيزيوزو والبويرا وإن شاء الله ستكون أمطار خير على كل الجزائرين هذه السنة هارون فيما يخص يعني الوضعية الجوية هل يبقى دايما نعيشه هذا الامطار بالفح نبقى دايما نعيشه وضعية جوية غير المستقلات تبقى دايما إن شاء الله في التساقط على المناطق الغربية إلى متى إلى غاية يوم الغد الثلاثة هي يكون تحسن تدريجي بداية من يوم الأربعاء حمس نهايات الأسبوع هل تكون يوم الأربعاء ستكون تحسن تدريجي بالغرب والوسط يوم الخامس إن شاء الله هيخص المناطق الشرقية يكون بذلك التحلسون الشامل في التقص حيكون يوم الخامس لكن بداية من مساء يوم الجمعة ان شاء الله اترام اخر جوي حيث تكون كينة الشتاة ان شاء الله تكون نوعاً مشتة غازيرة كذلك راح تخص البداية الأمن من مناطق الغربية مساء يوم الجمعة حيث ترجع الشتاة ان شاء الله بداية من يوم الجمعة على الساعة التاسعة الليلة بالفعل ان شاء الله يتبقى تستمر إلى غاية شهر فيفري نعود الآن هارونية توقع التقصى لمساء اليوم بحول الله كما نشوفه في الصورة الحلحي بقى دايما مغيم تبقى دايما نشتاء كما نشوفه في الصورة يميزه مناطق الغربية والشرقية الحلحي بقى دايما مغيم سحابات على المناطق الشرقية ثلوج كما نشوفه تبقى دايما تساقط على المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى لتراوح العلو والتحمى بين 900 إلى 1000 متر إن شاء الله بالجنوب الجزائي كما نشوفه في الصورة الحلحي بقى دايما مغيم على مدينة بشار غرداية ورقلال واد وصلنا إلى غاية مدينة طامان راغ والحال يبقى دايما نصافي بباقي المناطق الجنوبية درجة الحال إن شاء الله ننسجلوها اليوم في الليل سيبقى دايما الحال بارد على كامل ولايات الوطن نسجل درجة واحدة تحت الصفر إلى غاية أربع درجة مناطق الداخلية ما بين خمس درجة حتى ثمان درجة على السواحي الوطنية بالجنوب الجزائر ما بين درجتين إلى غاية ثمان درجات إن شاء الله ونشوفوا الآن الوضعية الجوية الغد واصبح كيف شرح يكون الحال إن شاء الله الغد واصبح هارون كما نشوفه في الصورة هارون الحال يبقى دايما نشتاء يبقى دايما مغيم يميزه كامل مناطق الشمالية هذا ما يعنيش أنه تكون كينة شميسة على السواحي الغربية كما نشوفه حتى على المناطق الشرقية هارون الثلوج تبقى دايما في التساقط هذه المرة رح يرتفع له تساقط الثلوج ما بين 900 إلى 1000 متر إن شاء الله المرتفعة الداخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية بالجنوب الجزائي قادم الحال صافي على كامل جنوب الجزائري إن شاء الله ونشوفوا الآن درجة الحرار نسجلوها الغد واصبح هارون حيب قادم الحال بارد كما نشوفه في الصورة نسجلو درجتين تحت الصفر إلى أربع درجات على المناطق الداخلية ما بين أربع إلى ست درجات على السواحل الوطنية الحال بارد هارون صحيح بالفعل هارون في المناطق الجنوبية كذلك هارون حيب كل حال بارد نسجلوها بيننا حوالي درجتين إلى غاية حوالي 10 درجات أو درجة على مدينة بشار إلى غاية 10 درجات على القياس بأقصى الجنوب بمدينة عينغزة وحتى بورد جواجي مختار حالة البحر اليوم في الليل وغد وصباح والصيادين وحتى الملاح البحرية اللي مخارجين للبحر ونقول لهم بحر إن شاء الله على السواحل الغربية والوسطح يكون مضطرب إلى هائج كما نشوفه في الصورة اتجاه الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية سرعة الرياح متتعدى 40 كم في الساعة على السواحل الشرقية بحر حيث يكون قليل إطراب اتجاه الرياح تكون من شمالية إلى شمالية غربية سرعة الرياح متتعدى 30 كم في الساعة أما بالنسبة على عرض البحر اتجاه الموجه تكون دايما شمالية شرقية على الغرب والوسط وتكون شمالية على المناطق الشرقية الرؤية رح تكون متوسطة على طول الشريط الساحلي وعلو الأمواج بتعداش المترين وإلى مترين ونصف أو ثلاث أمتار بالوسط والمتر ونصف إن شاء الله بالشرق هذا ما كان دي هارون فيما يخص توقعات الطقس لنهار اليوم جولة طويلة لكنها كانت مفيدة فيها سيادة فيها سيادة شكرا جزيلا لك حسبك